السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وبعث إلينا أشرف رسول وشرع لنا خير شرائع دينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب قبل ما استقبلت صلاتكم عندي سؤالين من إحدى الأخوات من الصوم بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لديها زوج وهذا الزوج يلعب الطاولة في الليل وتقول له يعني صلي صلاة القيام وكذا وتقول هو يرفض ويقول أنا أكتفي بصلاة الفرد تقول ما حكم ذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك أحسنت حينما قدمت هذه النصيحة الطيبة لزوجك وهذا شأن المرأة الصالحة التي تعتني بصلاح نفسها وصلاح غيرها ومن ذلك أن تعتني بصلاح زوجها وصلاح أولادها وبالنسبة لزوجك لا شك بأنه متهاون ومتساهل ومفرط في هذا الأجر العظيم فقوله والله أنا أكتفي بس في عفو الفرائض لا شك بأن أحب ما تقرب إليه العبد إلى الله عز وجل الفرائض لكن هذه النوافل إنما شرعت لمعاني وليحكم وليأسرار كثيرة منها قضية هذه الفريضة قد تكون ناقصة وتأتي يوم القيامة ناقصة عرجاء فتأتي هذه النافلة تكملها الشيء الثاني هل ضمن هو أن يقبل الله عز وجل منه الفريضة حتى يقول أكتفي بالفريضة الأمر الآخر وهذا السؤال يعني عقلي له يعني خاطبي عقله الآن لو قيل له والله هناك مثلا سيكون وجيه من الوجهة أو تاجر من التجار سيوزع أموال بالمجان فقط تحتاج أن تتحرك من بيتك إلى هذا المكان هل سيفرط لا والله ما يفرط لأن ما يفرط في هذا إنسان عاقل يعني ولي أمر ولا تاجر ولا وجيه يقول أنا عندي أموال سأوزعها مجانا على الناس والله لا يترك الطاولة ويترك السهر ويمكن ما ينام حتى يصل إلى هذا المكان فكيف الآن يفرط في مثل هذه الليالي التي هي سريعة وتمضي أيام معدودات الله عز وجل جعلها محطة لحط الخطايا فرصة لأن يعيد الإنسان صياغة نفسه هذا موسم عظيم فيه من الأجور ورفعة الدرجات وتكفير السيئات الشيء الذي جاءت به الأحاديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الصائم يعني الصيام ليس هو فقط في النهار النهار الامتنع عن الطعام والشراب والشهوة ويأتي الإنسان أيضا بالعمال الصلاة لكن الليل الليل محل لقيام الليل و لقراءة القرآن و كثرة الأذكار و الأدعية و الحرص و يحبس الإنسان نفسه الصوم يسمى شهر الصبر لأن الإنسان يحتاج أن يصبر يعني زوجك هداه الله ما يستطيع يأجل المقاهي و الطاولة و بقية الأشياء يأجلها بعد رمضان هذه فرصة له قد لا تتاح له مرة أخرى يعني هو هو زوجك الآن ما يعرف أشخاص في العام الماضي صاموا معنا و السنة هذه ذهبوا إلى الدار الآخرة هل يضمن نفسه هو أنه يعيش إلى السنة القادمة أو التي بعدها عموما هذا تفريط و تساهل و تهاون أنت أديت الذي عليك و وصلت إلى النصيحة أنت تؤجرين لك الأجر و الثواب يبقى العمل عليه بارك الله فيك تقول لأحد الأخوات من الصنب أن تريد نصيحة للشباب اللي يتركون قيام الليل في رمضان أخت الفاضلة بارك الله فيك لا شك بأن شهر رمضان يمثل واسطة عقد الشهور فهو لمعة الشهور هذا الشهر أعظم الشهور عند الله عز وجل و لذلك الله عز وجل استودعه أعمال صالحة إذا أتى بها الإنسان فاز فوزا عظيما إن هو أخلص النية و أصلح الطوية و تابع النبي صلى الله عليه و آله و سلم في هذه الأعمال و لذلك شهر رمضان من أعظم نعم الله عز وجل على الخلق و العباد الواجب على كل مسلم إذا أقبل شهر رمضان و أدركه أن يفرح بهذه النعمة قل جل و على قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون يعني هل الفرح فقط في الأشياء الفانية أي أمور الدنيا الأموال الدنيا فقط الإنسان يقتصر فرحه على هذا ليس هناك أعظم من يعني سرور القلب حينما تأتي مثل هذه المواسم مواسم العبادات و الطاعات اللي الله عز وجل جعلها يعني فرصة للإنسان أن يعيد صياغة نفسه أن يكفر الله عز وجل عنه السيئات و أن يمحو الخطيئات و أن يرفع له في الدرجات هذا شهر عظيم للأسف الشديد من الفهم المغلوط عند بعض الناس أنه يقول لا شهر رمضان النهار فقط و الليل يتهتكون و يتساهلون و يتهاونون و العجب أن بعض الناس للأسف يعني حاله في رمضان كحاله في غير رمضان و هذا من أعجب العجب أبدا ما كأني ما كأني تغير شيء النبي عليه الصلاة و السلام و هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر سيد ولد آدم سيد الخلق عليه الصلاة و السلام كانت أحواله عجيبة في رمضان مع أن النبي عليه الصلاة و السلام غفر الله له ذنوبه ما تقدم و ما تأخر و مع ذلك أحواله في رمضان عجيبة في العشرين الأول يجتهد اجتهاد عظيم فإذا جاء العشر الأواخر اجتهد اجتهادا أعظم من العشرين الأول حتى تقول عائشة كان إذا دخل العشر يعني الأخير من رمضان تقول أحيا ليلة و إيقظ أهله و شد مئزرة شد مئزرة عليه الصلاة و السلام حتى قالوا بأنه ما كان ينام في العشر الأواخر من رمضان في لياليه عليه الصلاة و السلام و لذلك بارك الله فيكم نحن الآن يعني نودع هذا الشهر مضت الأيام سريعة و الليالي سريعة ما بقي إلا أيام قليلة العاقل الكيس الفطن الذي يستطيع أن يتدارك ما فاته في أول الشهر و أوسط الشهر يعني فرصة الآن أن يعوض الإنسان يعني بعض الناس فرط و تساهل و تهاون و بعد ذلك يستمر في هذا التساهل جاءتك فرصة الآن أيام هذه نحن فيها هذه أعظم الأيام فيها ليلة خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر و ألف شهر قريب من أربع و ثمانين سنة كأنك قمت و عبدت الله مدة أربع و ثمانين سنة و قال خير من ألف شهر ما يقول مثل ألف شهر عفوا ما قال جل وعلا ليلة القدر مثل ألف شهر قال خير من ألف شهر وهذا الخيرية التي عند الله عز وجل الذي خزائنه ملأ وجوده عظيم وإحسانه كبير سبحانه وتعالى لو أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض وأعطى كل إنسان سؤله ما نقص ذلك من ملك الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر خزائن الله ملأ والله عز وجل الجواد كريم يعطي سبحانه وتعالى ويثيب قال ليلة القدر خير من ألف شام هذه الليلة في هذه الأيام في هذه الليالي ليال العشر الأخير من رمضان لا تفرطوا بارك الله فيكم في هذه النعمة وفي هذه الفرصة وفي هذا الموسم الليالي سريعة سيدهب هنا يأتي يوم الجوائز الجوائز بعد رمضان من الناس من هو فاز فوزا عظيما ومن الناس من فاز فوزا قليلا ومن الناس والعياذ بالله مدبر خاسر يعني محروم نسأل الله العافية والسلام هذا والله شيء مؤلم وللأسف مثل ما ذكرت الأخت يعني تقول بعض الشباب الآن يتركون قيام الليل ويتساهلون في مسائل التراويح والقيام هذا والله شيء شيء مؤلم ويخشى على هؤلاء والله أن يكون ممن قسط قلوبهم يخشى والله أن يكونوا ممن قسط قلوبهم كيف فرصة يعني الآن مثل ما ذكرت قبل قليل والله لو قيلوا لهم شيء من أمور الدنيا ما ناموا الليل سهر حتى يحصل على هذا الأمر الدنيوي كيف وهذا فيه نجاة يوم القيامة نجاة يوم القيامة فالله الله بارك الله فيكم قوموا لله والأمر لكم يعني ليس عليكم الكلام هذا اللي نقوله لكم أنتم يعني إن اهتديت فلنفسك وإن لم تهتدي إليه فأنت عليها نسأل الله أن يحفظ الجميع أخذ هذا المجموعة من الاتصالات فضلي عائشة السلام عليكم عليكم السلام أرسال الله سحالك دكتور أهلا وسهلا دكتور سؤال الأول أنا أشتري من الأنترنت من مواقع ولما تيجي طريقة الدفع يظهر لبنك أدفع عن طريق البنك والدفع يكون بعد ثلاثين يوم أو ممكن يكون أقصاد في حالة أخرت عن الدفع يعني في رسوم إضافية يعني هذه الطريقة حرام ولا حلال أنت قادر على الدفع ها؟ أنا قادر على الدفع نعم إن شاء الله نعم سؤال الثاني أنا عندي طفل رضيع في بعض الأوقات يعني يدخل للوقت الصلاة وأكون لوحدي في المنزل يعني ولا أستطيع تركه حتى يعني يتم الرضاعة وينام فأقوم للصلاة فأتأخر على الصلاة ماذا أفعل في هذه الحالة؟ تأخرين عن الوقت يعني ولا تأخرين في آخر الوقت أتأخر عن الوقت أوقات يعني يكون هو يبكي أو بدي أضراض أو حتى أنوم وحتى يعني أكون لوحدي في المنزل يعني طيب أبشري جزاك الله خير مرحبا أختي أهلاً وسهلاً أم حسن أم حسن أهلاً تفضلي أم حسن ما عليك أم سألك يا شيخ أنه يعني ليه يعني الدورة تجلس بنا يعني كثير بعدين يقولون أنها يعني توقفة القضاء وستمست لو لو شوالي أني بيخلص وستمست وبعدين ترجع تجلبي يعني الجوش إن شاء الله يا محسن مرحبا أختي تفضلي يا فاطمة السلام عليكم عليكم السلام شكراً الشيخ عليك فارد يمين أطعام مساكين خلي يجوزني أن أخرج الطعام مطبوخ أو ني أرز أو دقيق إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخ يعني ما هي الأعمال المتحبة في هذه العشب بالنسبة للحائط وإذا قامت الليل كله من دعاء والتغفار وقراءة القرآن يكتب لها قيام الليلة إن شاء الله هي قيام الليل إن شاء الله ويا الشيخ مثلاً لو حصلت إفرازات يعني عادية التي تحضر مع النساء وشكت فيها هل يقول لي أن أقضي هذه أيام معدودة ثلاثة أيام أو أربع أيام بعد رمضان طيب والأيام يا شيخ تكون متتابعة أو عادي يقود متفرقة طيب والسؤال الرابع يا شيخ مثلاً أنا كذبت كذبة يعني لمصلحة مش يعني كذا فالآن ما حكمي يعني لأنه عشان مصلحت الصيام وما قبل ذلك فأنا كذبت على عقيد أنه أنا تلفوني عاطب يعني ما قدر توصل معه برمضان فهل ما علي الآن هل علي الزم وماذا أفعل كذبت على من على يعني عقيد زوجي حالياً يعني مو زوجة بس عقد عقد ملكة زوجك عقيدك زوجك زوجك أيوة مو زوجي عقيدي يعني حالياً طيب عقيدك زوجك يلا مخل أي وفأنا غلصت تلفوني خربان ما قدر توصل معك برمضان لأنني أخذت هذه المسيحة منك أنت أي لكن تلفوني مو خربان لا تلفوني مو خربان يعني كما ما يشتغل بس أنا كذبت عليه عشان ما يتوصل معي برمضان خوفاً للصيام وعشان نتفرغ للعباد وما يشتغل الخبضات للصيام وانت نصحتي أنه ما يتواصل معك ورفض لا أنا ما نصحت أنه الثلاث الفوني يعني خربان كذا كذبت عليه طيب يا فاطمة تسمعين إن شاء الله الجواب بارك الله فيك يا شاف لو في رغم مو ساب يكون خاص يكون أفضل ممكن نفسك هذا هو خاص اللي على الشاشة هو الخاص تفضلي نعيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ لو سمحت أنا عندي ثلاثة سئلة تفضلي السؤال الأول تقريباً قبل السنتين كان في عندنا معرض خيري في البلاد فأنا روحت وكان من ضمن الأعمال في جمعية خيرية هي يعني من ضمن الأشياء اللي كانت عارفتنها خصالات وكان الاتفاق أن يعني اللي يريد ياخذ هذه الحصالة ويجمع فيها خلال الشهور وفي رمضان يسلم الجمعية الحصالة والمبلغ الذي قدر أنه يجمع فيه لكن للأسف أنا أخذت الحصالة معهم وسجلت اسمي بحيث أني أنا أجمع فيها المبلغ وأرجعها لكن ضيعت الرقم وما حصلت الرقم إلا هذه السنة وصراحة ما توصلت معهم لأني قلت ممكن عندهم أنا في الموضوع أو شيء فهل يترسب علي شيء ولا عادي وأنتي جمعت فيها مبالغ يعني يعني جمعت حتى ما أعرف كم مبلغ اللي فيها أنا خليتها في بصد البيتي وكان اللي يجي أقولهم يعني اللي حاب أن يتصدق يحط فيها وكان فيها المبلغ يعني طيب السؤال الثاني السؤال الثاني يا شيخ أنا عندي كتيب في من أذكار القرآن والسنة سؤالي من أذكار اللي هي من القرآن الآيات هي تيجي كده يعني مصهوفة تحت بعض يعني يعني كل آية من صورة معينة سؤالي لما أجي أدعي هل لازم قبل كل آية أقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا بس يعني عادي إذا فقيتهم كده كلهم من دون ما أخلي البس ملة بين الآيات إن شاء الله والسؤال الأخير يا شيخ بالنسبة لليلة القدر يعني أنا أعرف أن ما أحد يعرف هي يعني وطرية أو توجية إلا الله سبحانه وتعالى بس من الأحاديث اللي نحن تعلمناها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها في الوتر من العشر الأواخر على الشيء أنا السؤال يا شيخ إذا كان إحنا مثلا في بعض الدول في بدأت رمضان قبل الدولة الثانية في مرات يعني نحلة تكون عندنا ليلة وطرية والدولة الثانية ليلة زوجية كيف كيف نحصل كذا على ليلة القدر يعني كيف نحسبها إن شاء الله شكرا جزاك الله مرحبا مرحبا طيب أكتفي بهذا القدر الأخت عائشة من ألمانيا بارك الله فيها تسأل تقول بأن تشتري من يعني مواقع المواقع ويكون هناك طريقة الدفع يظهر لتقول مصرف وبعد ثلاثين يوم تقول إما أن أدفع كاش أو أقصاط تقول إذا تأخرت عن الدفع يرتبون يعني غرامات ما حكم ذلك أخت عائشة بارك الله فيك بالنسبة للشراع عن طريق المواقع جائز وبالنسبة لقضية القبض هذا لا يشترط فيه إلا إذا كان ذهبا أو فضة أما بقية الأشياء يجوز أن تشتري بالحاضر أو تشتري بالأقصاط الشهرية وأنا أنصحك بأن لا تلجأ إلى الأقصاط الشهرية يكون هناك غرامات تترتب على التأخير وتعرفين الإنسان يعني في هذه الدنيا في خطر يعني من ناحية الربح والخسارة من ناحية العمل وغير العمل فتشتري بارك الله فيك بالنقد مباشرة مدام عطوك مدة محددة لا تتجاوزينها وإنما تقومين مباشرة بسداد المبلغ عائشة من ألمانيا تقول أنه عندي طفل رضيع لما يدخل وقت الصلاة لا أستطيع أنني أصلي بسبب أنه يحتاج إلى رضاعه وأنا وحدي في البيت وحيانا تتأخر أتأخر بالصلاة عن وقتها أختي عائشة بارك الله فيك وبارك الله لك في هذا الطفل وأسأل الله تعالى أن يوبيته نباتا حسنة أخت الفاضلة ما أدري يعني أنت الظاهر جديدة في عالم الأمومة جميع النساء عندهم أطفال وعندهم ما شاء الله وكذا لكنهم مرتبين وضعهم مرتبين وضعهم وفي نساء لوحدهن في البيوت لكن ما يفوتون وقت الصلاة فأنت تحتاجين بارك الله فيك إلى تنظيم وقت الرضاع بالنسبة للطفل حتى يتعود على هذا من ناحية الفترات وكذلك تحرصين على الصلاة لأن صلاة الإنسان في الوقت واجبة لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عامدا عن الوقت إلا لسبب شرعي يعني مثل شخص مسافر يأخر الظهر إلى وقت العصر يأخر المغرب إلى وقت العشاء هذا عذر مطر شديد يعني جمع الناس قدموا العصر مع الظهر قدموا العشاء مع المغرب هذه أسباب شرعية أما التعذر بالرضاعة التعذر بتربية الأولاد التعذر بالعمل التعذر بالامتحانات بالدراسة هذا كله ليس أسباب شرعية ولا هي يمكن أن تكون أسباب مقلعة طبيعية والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت كتابا فرضا موقوتا مؤقت له ابتداء وانتهاء فمثلا عندك الآن صلاة الفجر صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس هذا كل وقت لإيقاع الصلاة فيه وأنت لا تجيب عليك الجماعة كونك امرأة تجيب على الرجال فعندك فرصة طويلة يعني عندك مثلا الظهر عندك الظهر بارك الله فيك من زوال الشمس اللي الآن الأذان عندكم التقاوم إلى أذان العصر هذا كل وقت للصلاة إن صليتي في أول وقت في حسن في وسط وسط الوقت حسن آخر الوقت أهم شيء لا يخرج الوقت عندك العصر إلى غروب الشمس إذا أدركت ركعة قبل غروب الشمس أدركت العصر وإلى الله الحمد عندك المغرب إلى أذان العشاء اللي غياب الشفق الأحمر وعندك العشاء من وقت العشاء إلى أذان الفجر هذا الوقت اللي يسمونه وقت الاضطرار ينتهي الاختيار ثم يدخل وقت الاضطرار مثل حالتك ممكن تأخرين لذلك تلفاظ لا أدري قد تكونين عندك عدم يعني ما ما تعودت على هذا الشيء لكن حرصي على الصلاة بارك الله فيك وستجدين الإعانة من الله عز وجل وستجدين البركة في وقت ذلك وستجدين كيف يعني تحرصين على الجمع بين المصلحة الدينية وبصلحة الطفل وهي رضاعة بارك الله فيك أم حسن من السعودية تقول يعني عندها الدورة الشهرية تطول عليها أحيانا وتقول يعني إذا بدأت القضاء في شوال تنزل علي الدورة وتطول وتذهب علي ستة من شوال هل يمكن أني أترك القضاء وأصوم ستة من شوال وبعدين أكمل القضاء أختي أم حسن بارك الله فيك أولا بالنسبة لصيام ستة من شوال سنة وليس بفريضة هذا الأمر الأول وهذا قول جماهير أهل العلم المسألة الثانية بالنسبة للأجر الموعود المترتب على صيام ستة من شوال مبني على صيام رمضان والذي لم يصم رمضان كاملا فإنه كيف ينال على الأجر النبي عليه الصلاة والسلام كما عنده مسلم قال من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال كان كالصيام الدهر فلذلك الذي عليه قضاء كيف يصوم شوال هو ما أكبر رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وجاء في حديث آخر يفصل الأجر رمضان ثلاثين يوم وستة أيام ستة وثلاثين في عشرة لأن الحسنة بعشر أمثالها ثلاثمائة وستين حسنة تضاعف إلى أضعاف كثيرة أضعاف مضاعفة وكثيرة الأمر الآخر وهذه مسألة أذكرها من باب العلم أن من العلماء من لا يشترط أن يعني يسبق ستة من شوال القضاء يقولون يحصل الأجر يحصل الأجر فيجوز للإنسان أن يصوم ستة من شوال ولو لم يقضي هذا قال به كثير من العلماء ومنهم من مشايخنا قالوا بهذا لكن هل هذا هو الراجح؟ الله أعلم الراجح كما ذكرت بأنه تصومين رمضان كامنة ثم تقضي ثم تصومين ستة من شوال وإذا أنت بقي لك وقت من شوال يعني فعلا يصلح لي القضاء اقضي القضاء أولى من ستة من شوال القضاء أولى من ستة من شوال أنت يوم القيامة لن يسألك الله عز وجل عن ستة من شوال سيثيبك على ستة من شوال أنت صمتها لكن سيسألك عن القضاء لماذا ما قضيتي هذه الأيام وقد وجدت فرصة للقضاء بارك الله فيك فاطمة من السعودية تسأل عن كفارة اليمين تقول هل أخرجها يعني مطبوخة مثلا أرز ولا ناشفة أخت فاطمة مبارك الله فيك بالنسبة لكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكن إطعام عشرة مساكن إن أحببتي أن تجعلينها مطبوخة يعني الطعام مطبوخ وتدعين المساكن طيب لا حرج وإن وزعتها ناشفة مثلا كل فقير أو مسكين تكفيه هذا الإطعام أيضا حسن الأمر واسع ما الذي يصرح لك وكذلك ما الذي يصرح للفقير يعني بعض الفقراء مثل العمال هذا وين عنده وقت يطبخ وينفخ فأنت مثل هؤلاء لو صنعتي طعام ودعوتيهم أو جعلت أحد أهل البيت من الذكور يدعوهم أو في مطعم مثلا يشتري لهم وجبات طعام هذا إطعام ولله الحمد والمن فاطمة من السعودية تسأل عن الأعمال المستحبة في العشر بالنسبة لألحاب أختي فاطمة بارك الله فيك أولا أشكرك على هذا السؤال لماذا؟ لأن كثير من أخواتنا ومن أخواتنا اللي يمر عليهن الحيض في شهر رمضان يتركنا العبادة بالكلية وهذا غلط يا أخواتي بارك الله فيكم غلط أن المرأة تقول والله أنا حائض ولذلك تترك استغلال هذه الأيام المرأة الحائض ممنوعة من الصلاة والصيام بالإجماع وممنوعة من الطواف في قول جماهير أهل العلم وممنوعة من مس المصحف في قول جماهير أهل العلم وذكر اتفاقا وممنوعة من قراءة القرآن من غير مس عند الجماهير عند بعضهم جائز كما فصلنا سابقا كما فصلنا سابقا طيب هل المرأة الحائض ممنوعة من الذكر؟ الجواب لا هل المرأة الحائض ممنوعة من الدعاء؟ الجواب لا هل المرأة الحائب ممنوعة من الصدقة الجواب لا هل المرأة الحائب ممنوعة من إطعام الطعام الجواب لا لذلك يعني أنا دائما أنبه أن المرأة الحائب خاصة في رمضان وخاصة في العشر الأخير أن تجتهد أكثر في قضية الدعا وذكر الله عز وجل والصدقة وبقية أعمال الخير هي ممنوعة من أشياء جاءت النصوص فيها وذكرت أنا الراجع فيما سبق جواز قراءة المرأة الحائض للقرآن يجوز لأن تقرأ القرآن من دون مس خاصة إذا احتاجت إلى ذلك ولذلك بارك الله فيك بالنسبة للمرأة الحائض والمرأة النفسة في رمضان ينبغي لهن أن يزدن من جرعة الدعا ومن جرعة الذكر وكما قلت قراءة القرآن لو أنها اختارت هذا القول الذي ذكرته وفصلته فيه سابقا من دون مسل للمصحف وتكثر من ذكر الله ذكر الله من أعظم العبادات الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا التسبيح الواحدة في رمضان أفضل من التسبيح في غير رمضان بدرجات حتى قال بعض العلماء بألف تسبيح التسبيح الواحدة في رمضان يقول بعض العلماء بألف تسبيح والمعنى بأن المرأة لا تجرس المرأة الحائب مكتفة يديها لا تعمل شيء هذه أعمال صالحة هذه أعمال قد تفوق أعمال كثير من النساء الطاهرات التي ربما يقصرنا في بعض الجوانب لذلك تكثر من ذكر الله تكثر من الدعاء مسألة ما يتعلق بقضية قراءة القرآن على التفصيل الذي ذكرت الصدقة القيام على خدمة أهل البيت هذه نعمة من نعم الله وهذا تؤجر عليه المرأة أجرا عظيم وأذكر هنا إلى مسألة وهي أنه هناك فرق بين قيام الليل وحياء الليل حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيى ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة قيام الليل هو من جملة إحياء الليل وليس هو إحياء الليل يعني إحياء الليل يشمل الصلاة ويشمل قراءة القرآن ويشمل ذكر الله ومنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويشمل الدعاء هذا كله والاستغفار هذا من إحياء الليل إحياء الليل ليس هو الصلاة فقط هذا قيام الليل أما إحياء الليل فيشمل هذه العبادات كلها سبق أني نبهت على هذه المسألة و بينت الفرق بين حياء الليل و بين قيام الليل عموما هذه فرصة للجميع أن يستغل ما تبقى من أيام الشهر و أن يحيي الليل فإذا الإنسان شعر بكسل أو بتعب في الصلاة لأنه قام طويلا يقرأ القرآن إذا شعر بأنه أخذ قرأ أجزاء طيبة انتقل إلى ذكر الله سبحان الله الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا و بقية الأذكار بارك الله فيك فاطمة من السعودية تقول يعني كان يحصل عندي إفرازات و شككت في هذه الأيام هل يمكن أن أقضيها مثلا بعد رمضان و إذا قضيت هل يلزم التتابع فاطمة بارك الله فيك عندنا قاعدة في الشريعة ليقين لا يزول بالشكل فإذا حصل عند المرأة إفرازات و هي تقول ما أدري هي حيض أو إفرازات طبيعية الأصل أن إفرازات طبيعية إذا كانت في غير وقت الدورة حتى لو نزلت في وقت الدورة و هي إفرازات ليس الدم لأن الشارع الحكيم علق أحكام الحيض على وجود الدم و يسألونك عن المحيط قل هو أدل فلذلك ما تلغي اليقين و تلجأ إلى الشك أما إذا كانت المرأة فعلا نزلت عليها الدورة الشهرية و أفطرت تقضي بعد ذلك لا على التتابع و الموالاة و إنما يجوز لها أن تصوم مفرقا فاطمة من السعودية تقول يعني حصل أنني كذبت على زوجي الذي عقد علي لمصلحة تقول هو يتصل بي في رمضان و يتكلم معي و أنا أخشى من بعض الأمور يعني يكون يتكلم بكلام كما يحصل بين الرجل و المرأة و بين الزوج و بين زوجته فتقول سألني فأنا كذبت قلت جوالي أو تلفوني عاطل ما حكم ذلك أختي فاطمة مبارك الله فيك بالنسبة لي مثل هذا الكلام ما ينبغي للإنسان أن يلجأ إليه كخيار أولي و إنما تنبهين زوجك اللي هو عقد عليك لأنه الآن زوجك هو تقولي له يا فلا لا تكلمني في نهار رمضان لا تكلمني في نهار رمضان إذا أحببت أن تتصل تتصل في الليل أو أنا سأتصل بك في الليل هذه الخطوة الأولى و أعتقد بأن الزوج يتفهم مثل هذه الأشياء يتفهم مثل هذه الأشياء تقولي أنا حريصة على صومي فبالليل إن شاء الله الخطوة الثانية إذا والله رفض و قال لا في النهار و في الليل و تخشي من غضبه و زعله مثلا يجوز لك أن يعني توري بالكلام تعرضين بالكلام تقولين كلام هو يفهم على خلاف ما تقصدين يعني مثلا تقولين يعني أن جوالي طفأ انطفأ مثلا و أنت طفيته متعمدة يعني تقولين جوالي ما ديش اللي حصل طفأ هذه ليست بكذب هذه حقيقة هو سيفهم بأنه تعطل ما تقولين تعطله شغال لا هذا ما يصله لا تعودين نفسك على مثل هذه الأشياء نعيمة من عمان بارك الله فيها تقول قبل سنتين كان هناك معرض خيري من ضمن أعمال المعرض جمعية خيرية تقوم بتوزيع حصالات اللي يجمع في الحصالة مال وبعدين يسلمها بعد رمضان أو في رمضان تقول أن أخذت الحصالة و نسيتها عندي و نسيت الرقم اللي الرقم الجمعية تقول الآن حصلت على الرقم ماذا أفعل أختي نعيمة بارك الله فيك بالنسبة لك الآن يجب عليك وجوبا أن تأخذ الحصالة و تذهب بها إلى الجمعية يكون مضى عليها سنتين هذا لا يضر هذه صدقة و أنت يكتب الله عز وجل لك الأجر و لكل من اشترك معك في الصدقة و في وضع مبالغ في هذه الحصالة الآن يلزمك تذهبين إلى الجمعية تسلمين هذه الحصالة و تأخذين بهذا وصل للتسليم لأن أكيد أنت ما أخذت الحصالة إلا بيعلي توقيع تعيدينها و تأخذين التوقيع و يكتب الله لك الأجر تفضل يا أبو عبد الله السلام عليكم عليكم السلامة الله شيخ حسن الله إليك عندي سؤالين الله عزيزي خير تفضل بس لو تخفض التلفزيون يا أبو عبد الله أكلمني من الهاتف و أقصر على التلفزيون على الآخر سم سم لأنه حصل تردد عندي سؤالك الله خير الآن تفضل ممتاز الشيخ سؤالك الله خير في حندنا مسجد في الحارة مبني من ثلاثين سنة تقريبا واحد الله يجبه خير قام به الأرض و المسجد وتعرف المسجد في وسط الحارة هو صغير و متهالك و المصلى حق النساء زي ما يقولون الحنقر صغير في مؤخرة المسجد وجانت إذا الرمضانية واحد يزال الله خير فعل خير مع أهل الحارة و اتفقوا على أنهم إن شاء الله يتبرونه و يبنونه بلال حديث ولكن لما نحن بثينا في الأمر من مزارة الأوقاف و البلدية و أكدنا كل حاجة و رفعت المرحوم الله يقفر له يسنى الجنة إن شاء الله شبح عارضوا عليه نعم قالوا ما سنير هذا و ارتبونا ولا يصيركم تهدونه كنا نحن بنهده للأحسن إن شاء الله و بنكبره و المنطقة كبرت و المسجد النساء يعني مهض مقبول في الوقت الحالي و غبار و أمطار و كذا ولكن و ش رأيك أنت هذا هل لهم حق البعارضة الورثة على البعارضة إن شاء الله عبد شريب و عبد الله السؤال الثاني الله يحفظك أنا أصلي على كرسي أحيانا تعريق الشيطان ملبس البني آدم دائما أشهو أحيانا ما أدري هوني صليت ركعة ركعة الأولى ما أدري ركعة الثانية ما أدري قرأت تحيات الشهاد الأولى أو الثانية يعني يصير عندي لبس ففي الحالة هذه و مش أعملي هذا اللي وحدك و لا في المسجد لا في وحدي نعم أب شرياب و عبد الله الله يقاك يرحمه لديك و مزين حسناتك آمين و إياك زاكر الله خير أبو خليل السلام عليكم عليكم السلام كيف حاك شيخنا مرحبا الله تعالى بسمي لي سؤال بخصوص الزكاة الذهب الزكتي يعني فوق 100 كرام تلبس في المناسبات فالعليه الزكاة إن شاء الله مرحب أبو خليل مرحبا أم شيماء جنوب أفريقيا السلام عليكم عليكم السلام صلى الله الشيخ لو تمعت عندي سؤال فضل أنا بعمل بيزا وببيع على مقصة في المدرسة في المدرسة بتأخذ مني فهل يجوز إني أعمالهم برمضان وهم بيديعوا للطالبات وليس مسلماتهم الطالبات فهل بيجوز إني أعطيهم بيت ذكرها الرمضان يجعوها والطالبات غير مسلمات الأغلب غير مسلمات أه في يعني بيزا نخلط أغلب غير مسلمات إن شاء الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا السلام عليكم السلام عليكم السلام سال الله وبركاته اسئلاتي دور يعلل زكاة الفطر أنا نعيش أنا ولدي عازب وأنا اللي نصرب شاكل يخرج زاكاة فطر أنا ولا ولدي إن شاء الله هو يخرج على روحه وأنا خرج على روحي قالوا لي ماشي كما هك هو عنده قدرة مالية نعم طيب المرة تسأل تقول هل تعطي زاكاة الفطر لولدها تزوجه يسكن بعيد عليها ما يسكنش معها طيب كذلك راجل يسأل لا يعطي زاكاة الفطر لولده متزوجه يسكن بعيد عليه إن شاء الله سؤال الآتي هل حشك لي صلي بالحيداء هل يمسح الحيداء كما يمسح الجوارب إن شاء الله مران قاعدة في الكورسي هل لا دخلت مسجد تصلي تحية مسجد تصلي على الكورسي نعم لا هي مقاعدة على الكورسي مقاعدة ها نعم نعم كيف تدخل للمسجد تصلي تحية المسجد إن شاء الله شكرا يا شيخ أهلا وسهلا طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله حياكم الله من جديد بارك الله في الجميع الأخت نعيمة من عمان بارك الله فيها تقول هناك عندي كتيب فيه أذكار القرآن والسنة يعني أدعية القرآن تقول جاء يعني مذكور الآيات وراء بعض تقول هل يلزم لما آتي أدعو بهذه الأدعية أنني آتي بالبسملة عند كل الدعاء الجواب لا يا أخت الفاضل ما يلزم ولا يلزم حتى الاستعانة لأن هذه أدعية وأذكار مخرجة على أن أدعية وأذكار فأنت مباشرة تقول تقولين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن كنا من الخاسرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيمة صلاة ومنذرية بهذه الطريقة ما يحتاجي لا بسملة ولا استعادة نعيمة من عمان تسأل عن ليلة القدر تقول نعم ليلة القدر أخفاها الله عز وجل وهي كما جاءت الأحاديث في الأوتار من العشر الأخير من رمضان تقول يعني إذا اختلفت الدول في مسألة بداية الصيام يعني مثلا دولة صامت ودولة لم تصم كيف تكون هناك ليلة القدر أخت الفاضلة نعيمة بارك الله فيك أول ليلة القدر هذه من الليالي التي أخفاها الله عز وجل عن الخلق بل إن الله تعالى أرى نبيه هذه الليلة ثم أنسيها بسبب ملاحاة حصلت بين اثنين من الصحابة وخرج فأنسيها رحمة بهذه الأمة حتى تزداد العمل تزداد عملا هذا الأمر الأول أمر الثاني بالنسبة لليلة القدر هذا يعني ينبغي أن نفهم بأنه لا ينبغي قياسها على ما يتعلق بموضوع الدنيا من حيث طلوع الشمس وغروب الشمس وشيء من هذا القبيل هذا أمرها عند الله عز وجل وشأنه عند الله سبحانه وتعالى ولذلك يعني مسألة الزمان اللي نحن نعيشه الآن من حيث الفصول الأربعة ومن حيث طلوع الشمس وغروب الشمس هذا لا يجوز لنا أن نقيسه على العالم الغيبي حتى قال كثير من العلماء بأن يعني الزمن يتوقف عندما يحصل يعني يوم القيامة يتوقف مثل هذا الزمن الذي نحن نعيشه والمقصود بأن ما نقيس هذه الأشياء الأمر الآخر يعني العلماء ذكروا بأن ليلة القدر تتنقل في العشر الأخير من رمضان على الراجح من أقوال أهل العلم على الراجح من أقوال أهل العلم ولذلك الإنسان يحرص على أن يقوم هذه الليالي كلها ليدرك ليلة القدر جزما بأن من قام رمضان كله يدرك ليلة القدر وعلى القول بأنها في العشر الأخير من رمضان جزما على أن من قام رمضان كله أدرك ليلة القدر سواء بلده تقدم صيامه أو تأخر أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول عندنا مسجد مبني من ثلاثين سنة في وسط الحارة يقول المسجد الآن متهالك ومصلى النساء هنقر يقول وفي مؤخرة المسجد جاء فاعل خير وقال بأننا سنهدم المسجد ونبنيه من جديد بطريقة حديثة جدا يقول لما بدأنا بالإجراءات اعترض ورثة الميت رحمة الله عليه وقالوا لا مسجد أبونا ما يهد يسأل يقول ما الحكم في ذلك أخي أبو عبد الله بارك الله فيك بالنسبة لهذا الرجل الذي أوقف المسجد لا شك بأن له الأجر والثواب العظيم وأجره باق بإذن الله تعالى وذلك لأنه بنى هذا المسجد وابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى وانتفع به أهل الإسلام مدة ثلاثين سنة لكن لا يجوز لي الورثة أن يعترضوا على ترميم المسجد أو هدم المسجد وإنشاءه من جديد حتى لو كان متهالكا لو كان المسجد سليما المسجد ما عليه ملاحظة والجهة الهندسية تفحص المسجد ما بين فترة وأخرى تقول لا بالنسبة للأساسات وبالنسبة لصبة السقف مثلا يتحمل ويكون عمره الافتراضي أكثر إلى خمسين إلى ستين سنة نعم ما يجوز لأحد أن يهدم هذا المسجد أما إذا قيل والله المسجد الآن متهالك والمسجد الآن خطر يعني بقاءه خاصة مع الأمطار ومع الرياح ومع تقلبات الأجواء وممكن أن يسقط على المصلين ما يحلهم ولا يجوز لهم أن يعترضوا ولذلك أخوي الفاضل أنتم الآن أمامكم خيارين الخيار الأول أنكم تعرضون على ورثة الميت أنهم يقومون بهدمه وإنشاءه من جديد وفق المخططات التي أنتم جبتوها إذا وافقوا الحمد لله يكون لهم الأجر مع أبيهم أما إذا قالوا لا ما عندنا قدرة مالية ولا عندنا استطاعة الحمد لله تنصفكم الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية المشرفة على المساجد تنصفكم الله الحمد الجهات الأخرى أيضا الرسمية تنصفكم الله الحمد تتقدمون تقولوا هذا مسجدنا يطلعوا اللجنة من الخبراء في الهندسة المعمارية والبناء يشوفون المسجد إذا والله صالح يتحمل سنوات الأصل أنه يبقى هذا حق للواقف هذا حق له هو بلاه يبغى الأجر يبغى استمرارية الأجر إذا والله قررت اللجنة بأنه لا هذا المسجد ما يمكن يتحمل العمر الافتراضي انتهى فلكم الحق الكامل ولا يجوز للورثة أن يعترض لأن ورثة هؤلاء لو بقوا يعترضون ربما يتسببون بهلاك أناس ممكن يسقط السقف على المصلين أو ممكن ينهدم المسجد على المصلين فلذلك أخي الفاضل أنا أقترح عليكم اقتراح تكلمون ورثة الميت تقولوا شرائكم أنتم تبنونه أو على أقل تقدير ترممونه وتشرون الهنقر هذا وتبنون بنا مسلح وبناء سمنتي ما يكون هنقر وإذا وافقوا الحمد لله يعني أنتم وإياهم تشتركون في الأجر وأما إذا رفضوا الحمد لله الدولة فيها يعني جهات رسمية ووزارات تنصفكم ولا يحلهم تلجأون إليها وينصفونكم ولله الحمد والمن أبو عبد الله من السعودي يقول أنا أصلي أحيانا على الكرسي يقول لما أبدأ أصلي يقول يعني لبس عليه الشيطان ما أدري كم صليت كم ركعت كم كذا أبو عبد الله بارك الله فيك وتقبل الله منك أولا لا بد أخوي الفاضل إذا جيت تصلي تقبل على الصلاة لأن الصلاة خير موضوع والصلاة إيمان والصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه هذه المعاني لما تستشعرها صدقني بأنك ستعرف وش اللي صليت وش اللي سهوت وكذا يعني في النهاية بتضبط صلاتك في النهاية تضبط صلاتك هذا الأمر الأول ولذلك كان بعض السلف إذا جاء يصلي يقف يعني يقول له وكيف تصلي يقول أتوضى وأحسن الوضوع ثم آتي إلى محل الصلاة فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة منصوبة أمامي والصراط تحت قدمي ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا يعني كانوا المقصود يستشعرون معنى الصلاة وأسرار الصلاة وهذه الأشياء فأنا قصدي أن حتى لا يستمر معك هذا الشيء حاول أنك تدخل الصلاة وأنت يعني أبعد كل شيء يشوش عليك الجوال الطفي المكان تكون بعيد عن ضوضاء الأولاد وصراخ الأطفال يعني تهيئ المكان الشيء الآخر لو قدر الله أنت الآن صليت ركعتين ثم في الركعة الثانية ما تدري هي هذه الركعة الأولى ولا الثانية تجتهد يعني تفكر تحاول تتذكر الآيات التي قريتها مثلا شيء إذا والله ما وصلت إلى حل الحمد لله تجعلها الأولى وتجيب ركعة ثانية وبعدين تسجد للسهو تسجد للسهو قضية القراءة أيضا أنت الآن بالفاتح ثم توهمت تقول ما أدري أنا قرأت الفاتح ولا اقرأ الفاتح أي شيء يطرع عليك بعد الصلاة مطروح هذا تلهو عنه ما تنتبه له ولا تلتبت إليه ولا ترجع ليلة أي شيء بعد الصلاة الشك بعد الصلاة مطروحة يعني ما لا قيمة ما لا قيمة لكن أدبك على شيء وهي إذا أن الشك إذا كثر عندك يعني كل صلاة لازم تشك لازم تبني أمورك على اليقين وتعتقد اليقين هنا أن أمورك صحة وتمام ما ترجع حتى تخزي الشيطان يعني مثلا أنت الآن ركعتين صليتها شكيت قل لا أنا أنا على صواب اللي بعدها نفس الشيء تقول لا أنا على صواب هذا متى إذا الشك غلب عليك سيطر عليك تبني أمورك على أنك أديت العبادة والطاعة بارك الله فيك أبو خليل من عجمان يسأل يقول زوجتي عنده مئة قرام من الذهب تلبسه في المناسبات هل عليه زكاة؟ أبو خليل بارك الله فيك الجواب لا زكاة فيه فالراجح من قول أهل العلم هو قول الجماهير أن الذهب الملبوس الذهب المعدل الزينة وتتحلى به المرأة هذا لا زكاة فيه فالراجح من أقوال أهل العلم أم شيماء من جنوب أفريقيا بارك الله فيها تسأل تقول أنا أعمل البيتزا وأبيعه على مقاصف المدارس تقول ممكن أبيعه على مدرسة في شهر رمضان والطالبات غير مسلمات في الأغلب غير مسلمات في الأغلب باحكم ذلك أختي أم شيماء بارك الله فيك وبارك الله في تجارتك بالنسبة لك نعم الجواب يجوز لك أن تبيعي في رمضان يجوز للإنسان أن يتاجر في رمضان وأن يبيع في رمضان خاصة أنت في بلاد غير مسلمة ويغلب على المدرسة الطالبات أنهن من غير المسلمات يجوز يجوز لك ذلك ولله الحمد والمن ولا بأس عليك بارك الله فيك أهات فضل أبو نذير أبو نذير السلام عليكم الشيخ عليكم السلام رحمة الله كيف حالك أهلا وسهلا مهلا بك عليكم على هذا الشهر وشكرا على هذا الدرامج تعلمنا وأنه شيء واحد الحمد لله من فضلك ثمانية أسئلة بسرعة يلا سؤال أول سجد تلوى والسجد الشكر هل يسجد إنسان على سبع أعضاء؟ نعم ثاني بنسبة صلاة ترويح الإمام هو حورة يقرأ ما يريد ليس هنا عدد أيضة يعني عدد معين نعم ثالث يصلي إنسان أحيانا ويترك ويصوم رمضان هل يزاكي معنى زكاة المال؟ ونفس الشيء لا يصلي إنسان أبدا ويصوم رمضان هل يزاكي هما مسلمان؟ الشخص الثاني لا يصلي مطلقا؟ مطلقا أبدا ويصوم رمضان هل يزاكي أمام مسلمان؟ نعم ربع يبحث إنسان من عقيقة عن أولاده خارج بلاده على فقراء أفريكا في العيد أضحى يكون شيئا في شيئا هل يجوز؟ يعني عقيقة وأضحية؟ في العيد أضحى في بلاد أفريكا على فقراء هل يجوز؟ لكن قصدك يجمع العقيقة بالأضحية نعم ولكن هو نيتو العقيقة نعم خامس رقي شعري هل يخذ فلوس لأنه بعد أوروكيا يحجل هذا إنسان ويعطيه فلوس من فضلك توضيح شعلا سادس له إنسان مال زكت ويذهب به إلى خارج بلاده ماذا يفعل؟ هل يصرف هذا مال في بنك رسمي أو في سوق أسود لأنه يختلف مبلع مبلع نعم سبع بنسبة الحج يتي مفرد بالحج فقط ووصل مكة مكرمة قبل أيام الحج وذهب إلى المشج حرام ما هو شيء يؤديمه هل هو طواف وهل له اسم؟ قصدك إذا حج حجا مفردا نعم أيوة وذهب إلى المكة مكرمة قبل أيام الحج وذهب إلى المجج حرام ما شيء هو يقدمه هل يتوف يصلي وإذا طف ما هو اسم الطواف هذا شاء ثمين سمعتك يوم ثمين من ذي حج يحلم المحلم من أي مكان ما معنى أي مكان شاء هل وزيح شيح كما تعيب لا وحبين نغاج عربية لا لا ما شاء الله ما شاء الله عليك يا أبا نذير واضح واضح بارك الله فيك وشكرا أهلا وسهلا طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع عندي أمة الله من الجزائر تسأل تقول بالنسبة لزكاة الفطر تقول ابني عازب ويسكن معي هل أخرج عنه أو يخرج عني أم ماذا أختي أمة الله بارك الله فيك أنا سألتك عن ابنك العازب قلت لك هل عنده يعني عمل عنده مال قلت نعم إذن هو يخرج عن نفسه وأنت تخرجين عن نفسك أنت تخرجين عن نفسك مدام عندك القدر المالية وهو هو أيضا يخرج عن نفسه وأنت تخرجين عن نفسك أمة الله من الجزائر تسأل تقول يعني هل تسأل امرأة هل لها أن تعطي زكاة الفطر لولدها المتزوج وكذلك رجل تقول يسأل هل يعطي زكاة الفطر لولده المتزوج أختي أمة الله بارك الله فيك بالنسبة لزكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين ولا يجوز للإنسان أن يجر نفعا إلى نفسه أو إلى أن يحابي بها ابن مثلا أو قريب فإذا كان الابن هذا ابن الذي ذكرته فقير معدم ما عنده شيء يجوز أن يعطى من زكاة الفطر إذا كان معدم فقير ما عنده شيء يجوز أن يعطى من زكاة الفطر أما إذا كان لا قادر لا ما يعطى بارك الله فيك أمة الله تقول بالنسبة للشخص الذي يصلي في الحذاء هل له أن يمسح على الحذاء كما يمسح على الجوارب أختي أمة الله من الجزائر الجواب نعم يمسح على الحذاء كما يمسح على الجوارب بشرط أن يعني يبقي الحذاء ويصلي فيه فإذا كان الحذاء ساتر لمحل الفرض ومحل الفرض الكعبان الناتئان في أعلى القدم أسفل الساق نعم يمسح عليهم وإذا كان الحذاء تحته جوارب يمسح على الحذاء ويكمل على الجوارب حتى يبلغ بهما محل الفرض بارك الله فيك أمت الله من الجزائر تقول الشخص الذي يصلي على الكرسي إذا دخل المسجد هل يصلي تحية المسجد الجواب نعم يا أخت الفاضل يصلي تحية المسجد ما الذي يجعله يختلف عن غيره فهو يصلي الفريض على الكرسي كذلك يصلي النافل على الكرسي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيصلي ركعتين وهو على الكرسي المتحرك خلاص أبو نذير بارك الله فيك انتهى الوقت أسئلتك ما شاء الله ثمانية لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب عليها في أول البرنامج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته